السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنانا العزاء طالبات وطالبات الصف الثالث قسم تركيبات ومعدات كهربية أهلا وسهلا في حلقة جديدة مع بعض في برنامج في بيتنا مدرسة النهاردة إن شاء الله هنتكلم ونكمل مع بعض مادة تخطيط وإدارة الإنتاج كنا اتكلمنا في مادة التخطيط وأكدنا وكل مرة بنأكد على أنه بنبدأها بالباب الخامس والباب السادس علشان طريقة مذاكرتك وطريقة مراجعتك للمادة تكون طريقة ماشية مع الخطة الزمنية المعدة للمادة بعد كده اتكلمنا عن الباب الخاص بقوانين العمل وعلاقة صاحب العمل بالعامل وعلاقة العامل بالمنشأة وصاحب العمل واتكلمنا عن الأنظمة الحاكمة لعلاقات العمل داخل المنشأة الصناعية بعد كده اتكلمنا فيه الباب التاني الخاص بدراسة الجدوى ويفهمنا دراسة الجدوى وقلنا مراحل وأسس دراسة الجدوى واتكلمنا عن الدراسة القانونية والدراسة البيئية ودراسة السوق وكل مراحل تنفيذ دراسة الجدوى حتى وصلنا أنه فهمنا مع بعض واتكلمنا عن الجهات المانحة والجهات الحاكمة لدراسة الجدوى والجهات اللي بتساعدني في دراسة الجدوى وتقدمني خدمات في دراسة الجدوى اللي ممكن اروح اقول لها اقول للجهة دي انا عندي مشروع هعمل مشروع معين فبروح الاقي دراسات جدوى خاصة جهزة بالنوعية المشروع اللي هعمله او بيقدموا لي تسهيلات في دراسة الجدوى وخصوصا انه فهمنا انه دراسة الجدوى والجهات اللي بتقدم لي تسهيلات في دراسة الجدوى فيها جهات حكومية وجهات خاصة تمام بعد كده هنبدأ مع بعض النهاردة ان شاء الله موضوع حلقتنا فيه الباب التالت الخاص بالجودة او نظم الجودة ودراسة الجودة قبل ما نتكلم عن الباب الخاص بالنظم الجودة ودراسة الجودة لابد ان احنا نفهم ان الباب ده بيتكلم عن المطابقة المنتج اي منتج سواء عناصر كهربية عناصر الكترونية قطع ميكانيكية وعناصر ميكانيكية اجزاء ميكانيكية في احد الماكينات وبعض الماكينات سواء مهمات وقاية شخصية وقاية وسلامة وصحة مهنية أو وقاية شخصية كمان سواء لو المهمات أو المد أو المنتج اللي أنا بعمله خاص بنواحي الأمان والسلامة والصحة المهنية ده جزء مهمة قوي لابد أن نحن نطبق عليه الجزء الخاص بالجودة ونظم الجودة المختلفة هيقابلنا فيه شرحنا وخلال دراستنا ليه الباب التاني هيقابلنا نظم الفحص ولابد أن نحن نبقى فاهمين نظم الفحص اللي موجودة عندي بتنقسم إلى جزئين هنشوفهم مع بعض فحص بالعينة وفحص كلي كمان هنفهم مع بعض وهنشوف الجهات أو الشهادات اللي هي بتحكم لي عملية الجودة ونظم الجودة شهادات الأيزو المختلفة كل ده هنتعلمه مع بعض النهاردة ولكن نبدأ شغلنا النهاردة بتعريف مهمة قوي نظم الجودة نظم الجودة هي ايه لو بصنا مع بعض على الشاشة هنلاقي أن نظم الجودة معنا هتقول أن هي الجودة هي إنتاج السلعة بصورة مطابقة للمواصفات التي تم إعدادها بناء على دراسة مسبقة لإحتياجات العملاء مع التطوير المستمر لمواجهة متطلبات الجودة لمواجهة متطلبات ايه الجودة الأعلى مستقبلا يعني أنا نظم الجودة لابد أني أكون محقق أو محقق لرغبات العملاء أو السوق والمنتج بتاعي يكون مطابق للمواصفات طيب في تعريف تاني لنظم الجودة نقول ايه كمان نكمل نقول ولتحقيق نظام الجودة المطلوبة بالمشروع يتم وضع نظام لتحقيق ودمان الجودة المطلوبة يعني علشان أعمل المنتج بتاعي ويطلع منتج محقق ومطابق للمواصفات ومحقق لرغبات العملاء والمستهلكين لابد أني أنا يكون عندي نظام يتم وضعه لتحقيق ضمان الجودة المطلوبة ولابد أن عملية الجودة شباب لابد أن هي تكون مستمرة يكون فيه استمرارية في الجودة طيب التعريف العام للجودة التعريف العام للجودة ده احنا فهمنا أنه لو بصينا الموضوع الجودة هنلاقي فيه تعريف عام وتعريف شامل تمام تعال نشوف التعريف العام للجودة التعريف العام للجودة بيقول لي ايه الجودة هي مقياس نسبي وتتحقق بقبول العملاء والمستهلكين للمنتج أو الخدمة يعني ايه؟ يعني انه لما هجا اتكلم فيه الجودة او احقق نظام الجودة او علشان اقول ان المنتج بتاعي مطابق للمواصفات والمنتج ده زوجودة عالية لابد ان المنتج بتاعي يكون محقق لغبات العميل او المستهلك او السوق طيب الجودة دي هو قالك ان الجودة هي مقياس نزبي طب مقياس نزبي يعني ايه مقياس نزبي؟ يعني انا ممكن اقبل بجزء معين او اقبل بشكل معين من الجودة في حد تاني بيقبل بشكل افضل من ذلك يعني ممكن تكون المنتج اللي انت بتشتريه او المنتج اللي بتتعامل معاه يكون المنتج سليم وكل حاجة بس انت ينقصك انه شكل التغليفة بتاعته الفينش بتاعه يكون مطابق في حد تاني يقول انا يعني ما يهمنيش الفينش او التغليف او التعبئة او طريقة التعبئة يهمني المنتج يكون شغال كويس اوي تمام؟ يعني ده بيأكد لي ان هي مقياس نزبي لارضاء المستهلك او السوق تمام؟ بعد كده عندي التعريف الشامل لو بصينا على التعريف الشامل للجودة هنلاقي انه بيقول لي هي درجة توافق المنتج للمواصفات المنتج بتاعي لابد يكون مطابق للمواصفات متوافق مع المواصفات التي تحقق احتياجات ومتطلبات العملاء بتكلفة تتفق مع امكانياتهم الشرائية مش معنى انك بتعملي جودة عالية يبقى انك تحطلي او السعر يكون عالي عن السوق وتقول انا بعمل منتج مطابق للمواصفات ومنتج زوجودة عالية ده هيرجعنا لنقطة انه زي ما اتكلمنا في دراسة الجودة وقلنا انه او كنا بنعرف التكاليف قبل كده في الباب الخامس قلنا ان التكاليف اجمال المصرفات اللي بتنفق على المنتج في سبيل انتاجه ثم راحل تشغيله كلها من اول ما يدخل على خط الانتاج لحد ما يخرج منتج كامل التشغيل اجمال المصاريف دي احنا بنسميها التكاليف صح كده؟ طيب هقلل في التكاليف بقدر الامكان اه من حقك تقلل في التكاليف بقدر الامكان وبالشكل اللي يعجبك علشان تحقق الربح المطلوب صح كده؟ ولكن ولكن دون المساس بجودة المنتج ولكن ايه؟ دون المساس بجودة المنتج يعني قلل تكلفة انتاجك بالشكل اللي يعجبك انت كنت بتنتج المنتج ده بعشر عمال قللت في تكلفة العمال او اجور العمال استهلكت او استخدمت سبع عمال خمس عمال هم انتجوا لك المنتج ده بدل العشر اللي انت كنت مشغله قللت في تكلفة ايه؟ اجور العمال اهم حاجة ان الخمس عمال اللي شغالين دول هم اللي هينتجوا المنتج بس يطلعوا ايه؟ مطابق للمواصفات قلل تكلفتك بالشكل اللي يعجبك ولكن دون المساس بايه؟ بجودة المنتج علشان كده في التعريف ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي هي دارة توافق المنتج للمواصفات صح كده؟ التي تحقق احتياجات ومتطلبات العملاء بتكلفة تتفق مع امكانياتهم الشرائية طيب الهدف من نظم الجودة علشان اعمل نظم جودة لابد ان اقول ايه؟ منع او الحد من الانتاج المعيب يبقى انا بعمل جودة علشان اقلل من الانتاج المعيب الانتاج المعيب اللي هو الانتاج الغير مطابق للمواصفات نشوفهم كده ونتكلم عنهم واحدة واحدة الانتاج الصحيح والملائم من المرة الاولى وده هيعمل لي مشكلة لو ما حصلتش رقم ثلاثة المواءمة وصلاحية المنتج للاستخدام تمام؟ طيب هنا بيقول لي ايه؟ منع او الحد من الانتاج المعيب منع او الحد من الانتاج المعيب معناها اني عملت نظام جودة علشان يبقى فيه مراقبة لعملية الانتاج واشراف مستمرة على عملية الانتاج ومراجعة مستمرة على عملية الانتاج وبالتالي ما عنديش منتجات او ما ظهرش عندي منتجات غير مطابقة للمواصفات ما ظهرش عندي منتجات معيبة كلمة معيبة معناها غير مطابق للمواصفات تمام كده؟ طيب رقم اتنين قال لي الانتاج الصحيح من المرة الاولى يعني ايه الانتاج الصحيح من المرة الاولى؟ الانتاج الصحيح من المرة الاولى معناها انه ما فضلتش اجرب او ما كانش عندي شغل ادى الى الاهضار في المادة الخام او زيادة تكلفة الانتاج بسبب اهضار المادة الخام طلعت منتج في الاول مش مزبوط شوية طلعت كمان منتج او خامة مش مزبوطة طب انا كده بهضر في المادة الخام بتاعتي المنتج الخام اللي عندي أو المواد الخامل اللي كنت بشتغل بيها عمال بهدر فيها وبالتالي زيادة تكلفة الإنتاج ما هو أنت كل ما هتكتر فيه أو كل ما بنزود فيه المنتج اللي هو الغير مطابق للمواصفات أنت ممكن تقولي أنا هبيعه بس ما أنت هتبيعه بسعر أقل من سعر التكلفة علشان تقلص منه صحيح كده لأنه خلاص ما يبقاش ينفع أنك تصلح فيه هو ما ينفعش أنك تعدل في مواصفاته فهنضطر أن نبيعه بسعر أقل من سعر التكلفة فإنت خسرت فنفادي كلام ده كله النقطة الثالثة المواءمة وصلاحية المنتج للاستخدام لابد أن المنتج بتاعي يكون محقق ومطابق للمواصفات وجاهز أو أنه بيحقق صلاحية الاستخدام يعني ينفع أن أنا أستخدمه كمستهلك أو كسوق بعد كده مقابلة وتحقيق توقعات العميل والمستخدم النقطة الخمسة تحقيق متطلبات وإحتياجات المستخدم تمام تحسين مركز المشروع في مواجهة المشروعات المنافسة يعني النقطة الأولى بيقول لي مقابلة وتحقيق توقعات العميل والمستخدم العميل أو المستهلك بتاعي وهو جاي يشتري المنتج بتاعي بيبقى عنده تطلعات وعنده توقعات للمنتج بتاعي آه أنا بشتري نوع اللمبات المعين ده اللمبات دي بيبقى بتستهلك قدرة أقل اللقس بتاعها مظبوط اليوم بتاعها مظبوط فبتديني شدة إضاءة جيدة واستضاءة جيدة بتديني فيد ضوء كويس في المكان ما بتعملش درجة حرارة في المكان فلابد أن أنا وأنا بشتري أو أنا كعميل رايح أشتري المنتج ده أو نوع اللمبات والمصابيح دي ببقى حاطت في تخيلي بعض الأحلام اللي بنسميها أحلام كده وأنا بشتري المنتج بتاعي بيبقى إيه لابد أن المنتج يحقق التطلعات أو المتطلبات اللي بيتوقعها العميل أو المستخدم تمام اللي بعد كده بقول لي إيه رقم خمسة تحقيق متطلبات واحتياجات المستخدم هي اللي احنا بنقوله برضو أنه المستخدم لما بيشتري العربية نوع مركة معينة أو موديل معين من السيارات بيبقى هو عنده تطلعات أن السيارة دي سرعتها فائقة بتبقى سرعة كذا التصارع بتاعها سريع ما بتاخدش وقت على ما تاخد السرعة بتاعتها فهو يروح يشتري نوع السيارة دي فيلاقي إنه تطلعاته وتوقعاته للمنتج ده ما كانتش بالشكل المرضي وده ممكن يبقى موجود في السوق مش في السيارات بس ده في جميع المنتجات اللي احنا بنتكلم عنها ممكن يبقى بعض أنواع السلاجات يروح يقول له مثلا دي نوفروست أو دي ما بتعملش تلج فيلاقي لا ده فيه ترقم سلوك بيبقى موجود على التلاجة بيبقى تطلعات ممكن هو ما يعني ما ترديش العميل بعد كده تحسين مركز المشروع في مواجهة المشروعات المنافسة النقطة دي مهمة قوي إنه أنا بعمل نظام الجودة علشان أحسن مركز ومستوى المنتج بتاعي وشركتي في وسط المنافسين أو وسط المنافسين في السوق طيب بعد كده عندي حاجة اسمها التفتيش وأنظمة التفتيش دي بتبقى معناها إيه يا شباب بيقول لي يهدف التفتيش إلى تحقيق المنتج المواصفات الموضوعة من عدمه يعني هل المنتج حقق المواصفات دي ولا لا وقبول المنتج المطابق أو رفضه عملية التفتيش لابد إن هي لما بتتم عملية التفتيش الهدف منها إيه إن إحنا بنشوف إن المنتج ده كان مطابق للمواصفات الموضوعة ولا لا والمواصفات الموضوعة دي بتبقى اكيد هي مواصفات دولية لانه انا مش هنافس في السوق المحلي بس انا عايز انافس في السوق المحلي والسوق العالمي فلابد انه ابقى ماشي ومطابق للمواصفات المحلية السوق المحلي والسوق العالمي تمام فلابد انه المواصفات دي او المنتج بتاعي يكون مطابق للمواصفات وكمان انا بعمل نظام تفتيش علشان اقول هل هقبل او ارفض المنتج على وضعه ده ولا لا تمام كده يبقى دي نقطة مهمة لابد ان احنا نركز فيها طيب عايزين نفهم الفرق بين الجودة وانظمة التفتيش انظمة الجودة وانظمة التفتيش تعالوا مع بعض نشوف مقارنة ما بينهم هتوضح لي ان احنا نفهم الفرق ما بين انظمة الجودة وانظمة التفتيش نشوف مع بعض هنا بيقول لي ايه عملنا جدول وقلنا هنقارن ما بين انظمة الجودة وانظمة التفتيش ايه هي انظمة الجود بتهدف الى ايه انظمة الجود قال لي ان انظمة الجودة دي بتهدف الى اخذ عينات من المنتجات والتفتيش عليها وتحليل نتائج الاختبارات وتحديد الاجراءات والتصميمات المطلوبة للحد من الاستمرار في الانتاج المعيب يبقى ده كده الهدف او ده انظمة الجودة بتهدف الى العملية دي طب انظمة التفتيش ونبدأ نقارن ما بينهم انظمة التفتيش بيقول لي ايه بقى تهدف الى التفتيش على المنتجات ما اذا كانت تحقق المواصفات المطلوبة من عدمه وقبول المطابق ورفض المعيب تحس ان التعريفين او الهدفين شبه بعض صح كده نحس كده من الكلمتين اللي كتبناهم او المقارنة اللي كتبناها ده ان هما في شبه ما بينهم الكلام شبه بعض ولكن لو ركزنا على انظمة الجودة هنلاقي ان احنا بناخد عينات صح كده بننطقي عينات هو قال لي في التعريف ايه او في الهدف ان هي بتهدف الى اخذ عينات اخذ عينات ده انا ما بوحش على المنتج ككل واخذ المنتج كله او طلبية كلها اللي كانت موجودة عندي وابدأ افحص الطلبية كلها ده انا اخذت عينات بس وشفت العينات ده هل متابقة للمواصفات ولا لا هل هي محققة لرغبات العميل في السوق ولا لا هل هي الجدوى للمواصفات اللي تحط للمنتج ده او للمنتج النهائي ده في جدوى المواصفات تحطله كده هل هو محقق لكل عناصر الجدول وبنوذ الجدول دي ولا لا لان نخلي بالك لما بنتكلم على انه مصنع اخذ الجودة فالجودة دي لحد بص يعني نشوف لحد دورات المياه الاساس والعمل في دورات المياه شوف الدقة مشي لحد فين علشان كده المصنع او الشركة دي حقق الجودة وحاز على شهادة جودة احد شهادات الجودة اللي هنتكلم عنها بعد كده تمام لكن لما تكلم عن نظام التفتيش قالك ان التفتيش ده بيبقى اثناء مراحل تنفيذ المنتج يعني مش بعد ما المنتج خلص مش بعد ما المنتج خلص التفتيش يا شباب بيبقى اثناء مراحل من تنفيذ المنتج من ساعة ما يدخل لخط الانتاج والاعداد لدخول وخط الانتاج واختيار العمال المناسبة للعمل على الماكينات لتحقيق الجودة اثناء الانتاج يبقى ده كله مراحل التفتيش تحس ان الكلام شبه بعضه ولكن فيه فرق كبير بين التفتيش انظمة التفتيش وانظمة الجودة تمام كده دي حتة لازم او نقطة لابد ان احنا نركز فيها قوي لانه ممكن ييجي يقول لي قارن بين انظمة الجودة وانظمة التفتيش تمام طيب بعد كده وظائف مراقبة الجودة وظائف مراقبة الجودة لو بصينا مع بعض هنلاقي ايه رقم واحد بيقول لي اول وظيفة لمرقبة الجودة هي مراقبة المواد الوردة يعني كل المواد الوردة حتترائب المواد الخام اللي جايلي مراقبتها يعني ايه مراجعتها مراجعة الكميات متابقة للمنتج ولا لا مراجعة المادة الخام هاي المادة الخام دي هي اللي هتطلع للمنتج ده ولا لا النقطة التانية مراقبة مواصفات المنتج النقطة التالتة مراقبة عمليات التشغيل وكمان عندي مراقبة جودة المنتج ويه النقطة الخامسة مراقبة جودة التطوير دول خمس نقاط اللي هم من وظائف مراقبة الجودة والهدف منها اني بتابع مراحل انتاج المنتج الخاص بيا او بشركتي او العملية اللي انا مكلف بيها بانتاجها مراجعة مراحل التشغيل من لحظة ما بشتري المادة الخام عشان قال لي ايه رقم واحد مراقبة المواد الواردة اللي هي المادة الخام اللي انت جبتها الوارد للمصنع علشان تبدأ ايه تشتغل في المنتج بتاعك وتحقق المنتج بتاعك ويحقق الجودة او يكون مطابق للمواصفات ومحقق لرغبات وارضاء العميل تمام كده يبقى دي كده ايه الجزئية الخاصة بنظم الجودة او وظائف نظم الجودة تعالوا نشوف مع بعض هنا نتكلم عن كل جزئية لوحدها مراقبة المواد الواردة مراقبة المواد الواردة هنا عبارة عن ايه يا شباب قال لي ان في المرحلة دي بيتم الرقابة على المادة الخام او المواد الخام والمواد النصف مصنعة والمكونات والاجزاء الواردة من الموردين المحليين او الموردين الدوليين او من اي مصدر يعني سواء انت جبت المادة الخام بتاعتك استوردتها من الخارج او اشتريتها من السوق المحلي مع ضرورة تحديد معايير قبول او رفض المواصفات الواردة تحديدا دقيقا يبقى ده كده الجزء الخاص بايه يا شباب مراقبة المواد الواردة وهنا بيقول لي انه بيرائب زي ما قلنا على كل المادة الخام اللي جات له علشان يبدأ يشتغل بيها او يدخلها في خط الانتاج علشان تطلع له المنتج بتاعه في صورة تمة او في صورة تشغيل منتج نهائي تم تشغيله تشغيل نهائي او المواد النصف المصنعة اللي هيدخلها في المنتج بتاعه تمام زي ما قلنا ايه بقى سواء كانت من السوق المحلي او موردين محليين او موردين دوليين او اي مصدر انت جبت منه طيب بعد كده مراقبة مواصفات المنتج وهنا مراقبة مواصفات المنتج دي بيبقى فيها ايه في المرحلة دي او مرحلة مراقبة مواصفات المنتج دي بتبقى اثناء التشغيل يا جماعة دي بتبقى اثناء التشغيل لانه ايه مراقبة مواصفات المنتج مواصفات المنتج دي انت بتتابع خط الانتاج مكينة مكينة او مرحلة التشغيل والانتاج بتتبعها خطوة خطوة علشان ترائب مواصفات المنتج فهنا بيقول لي ايه تتم من خلال تحديد خصائص ومواصفات المنتج او مكوناته والتي تفي باحتياجات ومتطلبات العملاء ثم وضع المواصفات القياسية للجودة وتحديد معاييرها بالاضافة الى توصيف عمليات التشغيل والتصنيع توصيفا دقيقا يبقى هنا مرأبة ومواصفات المنتج الهدف فيها او المرحلة دي بتتم اثناء مرحلة التشغيل او مرحلة الانتاج للمنتج على مدار خط الانتاج ومراحل خط الانتاج وبالتالي بتبقى الهدف منها تحديد المواصفات ومراجعة المواصفات اللي تم وضعها للمنتج بس ده بتبقى مرحلة ايه شباب هي اه في خط الانتاج ولكن بتكون في مرحلة اولية للانتاج يعني ما بيكونش المنتج بتاعي خد مراحل تشغيل متأخرة او في نهاية تشغيله وخلاص بدأنا نطلع المنتج بتاعنا نبدأ نروح على خط الانتاج وندور على المواصفات ده ما ينفعش لابد ان هي في مراحل اولية للتشغيل تمام نشوف في المرحلة التالتة مراقبة عمليات التشغيل مراقبة عمليات التشغيل دي بتتم امتى اللي هذه الوظيفة تتم خلال مراحل التصنيع برضو لان احنا قلنا ايه عمليات التشغيل هنتبع كل مكينة بتشتغل ازاي الفني اللي واقف عليها اداؤه كان مطابق للمواصفات ولا لا طريقة تعامله مع الماكينات كانت مطابقة لقواعد السلامة والصحة المهنية والقواعد اللي اتحقق لي المواصفات ولا لا ده ان احنا بنشوف ممكن يكون في عملية تهاون واستهتار اثناء العمل واثناء التعامل مع الماكينات بيؤدي الى تلف الماكينات وبالتالي تلف في المنتج النهائي او الشكل النهائي للمنتج يبقى هذه الوظيفة تتم خلال مراحل التصنيع المختلفة بداية من اول عملية تشغيل وتشكيل حتى عملية التشطيب النهائي ثم التعبئة والتغليف لان احنا قلنا ايه عمليات تشغيل يبقى من بداية التصنيع لحد ما نوصل عملية التعبئة والتغليف ومراعاة لابد ان احنا بقى ناخد بالنا من النقطة دي لان في شرط تتحط ومراعاة توافر خصائص مواصفات كل مرحلة من هذه المراحل وتعتبر هذه الوظيفة من اهم وظائف مراقبة الجودة التي تعمل على منع حدوث العيوب يبقى انا في المرحلة دي لو عمليات الاشراف اللي موجودة عندي فيه او مراقبة الجودة اللي موجودة عندي في المصنع هي المرحلة دي مراحل تطبيق نظام الجودة دي مرحلة من ضمن المراحل اللي هي مرأبة عمليات التشغيل دي هتتم من بداية التشغيل حتى ما يوصل المنتج النهائي لمرحلة التعبئة والتغليف يعني المنتج بتاعي خلص هتراجع على اول عمليات التشغيل هتراجع على اثناء عمليات التشغيل الفنيين تعاملوا مع الماكينات ازاي التعامل كان مطابق للمواصفات علشان كده ما حصلش تلفيات في الماكينات ادت الى تلف في المادة الخامية او المنتج النهائي بتاعي هتابع لحد عملية التعبئة والتغليف لان احنا قلنا في البداية ممكن المنتج بتاعي يكون مطابق للمواصفات 100% ولكن الشكل النهائي هو اللي مش مرضي للعميل العميل لما بيشوف الحاجة او المنتج بتاعك في السوق الشكل النهائي الفنيش النهائي التعبئة والتغليف بيعتمد عليها جودة المنتج او هو اللي بيشد العميل الشكل النهائي وبعد كده بيظهر جودة المنتج فانا محتاج ان كل المواصفات تكون مطابقة او كل المنتج من كل النواحي يكون مطابق للمواصفات وبناء عليها بيتم تحديد الرفض او قبول المنتجات سواء السليمة او المعيبة بعد كده عندي مرأبة الجودة ومرأبة جودة المنتج مرأبة جودة المنتج هنا بتقول لي انه تتم في هذه الوظيفة يتم او تتم على المنتج في شكله النهائي لانه خلاص جودة المنتج بقى انا عاوز الشكل النهائي اراجع عليه يبقى هنا بعد المنتج النهائي ما خلص وطلع لي المنتج النهائي في شكله النهائي باعتباره منتج جاهز للتسليم سواء للمخازن او للموزعين او للعملاء مباشرة سواء انت هت يعني المنتج ده هتروح تحطه في السوق على طول عندك منافذ البيع الخاصة بيك او انت بتورد لمستثمرين او لموزعين او انك بتصدره للخارج حيث يتم التأكد من مدى التوافق بين خصائص ووظائف المنتج في صورته النهائية ومتطلبات العملاء وقد تمتد مراقبة جودة المنتج النهائي الى ما بعد تسلم العميل للمنتج واستخدامه خلال فترة زمنية محددة اللي بنسميها فترة الضمان وهنا مراقبة جودة المنتج دي معناها كمان انه بضمن استمرارية جودة المنتج بعد فترة بيعه لفترة زمنية معينة اللي هي بنسميها فترة الضمان يقولك ان الجهاز الفلاني او المنتج الفلاني ده فترة ضمانه بتكون سنة سنتين تلاتة خمس سنوات بيحط لك فترة زمنية معينة اللي هي بتسمى فترة الضمان وهنا دي وظيفة او مهمة مراقبة جودة المنتج بتبقى هي اللي بتضمن لي جودة المنتج واستمرارية جودته حتى بعد فترة البيع او تسلمه تسلم العميل للمنتج الخاص بنا في نقطة تانية النقطة الخامسة والاخيرة اللي هي مراقبة جودة التطوير ومراقبة جودة التطوير هنا تتضمن القيام بالدراسات والبحوث الخاصة او المشاركة فيها والتي تهدف الى تحسين وتطوير الجودة من خلال تتبع مصادر مسببات العيوب نعرف سبب المشكلة فين وتكرار هذه العيوب سبب تكرارها ايه ومن ثم اتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة لاستمرار تحسين مستويات الجودة للمنتجات او الخدمات وتحقيق مصالح العملاء ودي نقطة مهمة اوي مش معنى انك مطبق لنظام جودة في منشأتك الصناعية او في الانتاج المنتج الخاص بيك يبقى انه مش محتاجين تطوير بالعكس انت محتاج تطوير مستمر لسببين مهمين او ويمكن لعدة اسباب بس اهم سببين انه فيه تطور سريع في المكينات ومعدات الانتاج وفيه تطور سريع في منتجات تشابه منتجي تطور سريع اوي ما هو طالما فيه تطور في المكينات والمعدات اكيد هيوكبه تطور في المنتجات لو أنا شغال على مفاتيح كهربية ولؤم مفتاح كهربية كان في الأول المفتاح بشكل معين حصل تطور في شكل المفاتيح حصل تطور تاني في شكل المفتاح العادي نحن نتكلم فيه المفتاح العادي دلوقتي المفتاح العادي بيبقى فيه نوعية من المفاتيح تلاقي فيها لمبة إضاءة أو لمبة بيان صغيرة بتبين حالة تشغيل أنه المفتاح ده شغال أو مش شغال صح كده؟ ففيه تطور سريع في اللمبات في المنتجات عمتن سواء لنبات أو عناصر كهربية أو إلكترونية أو حتى عناصر ميكانيكية أو أي منتج موجود في السوق التطور السريع ده لابد أنه يكون عندي تطور موازي لي في المنشأة الصناعية بتاعتي لحل مشكلة أنا عندي بيظهر منتج معيب السبب إيه؟ لابد من الوقوف على سبب المشكلة اللي بتسبب تكرار المنتج المعيب هي اللي بتسبب أنه الألف قطعة أنا تعودت أنه لازم يطلع لي مئة قطعة غير مطابقين للمواصفات أنا عايز أقلل الكلام ده علشان ما بقاش فيه زيادة تكلفة كل منتج معيب بيزود عليها التكلفة لأن المادة الخام تم إهضارها وبالتالي هيتبع بقال من تكلفته تكلفة إنتاجه وبالتالي أنا المصنع بيخسر فإحنا عايزين نقف على سبب المشكلة وبالتالي نبدأ نطور عملية التطوير اللي بتبقى موجودة لمواكبة السوق ومواكبة التطور في الماكينات ومواكبة التطور في المنتجات اللي بتطلع الموازية لمنتجي أو المشابهة لمنتجي وكمان علشان تحسين صورة أو مستوى المنتج والشركة في السوق تمام؟ يبقى دي نقطة مهمة لابد إن إحنا ناخد بالنا منها طيب عندي بعد كده فيه جزئية مهمة قوي العوامل المؤثرة في مراقبة الجودة إيه هي العوامل اللي بتؤثر في مراقبة الجودة علشان أعمل مراقبة جودة أو نظام مراقبة للجودة في المنشأة الصناعية بتاعتي أو حتى في أي منشأة حتى المنشأة التعليمية المدارس علشان أعمل نظام لمراقبة الجودة لابد إن في بعض العوامل كده لابد أخذها في الاعتبار وبتؤثر على مراقبة الجودة أول حاجة عندي إيه؟ عندي المواد المادة الخاملة اللي أنا هشتريها تمام؟ عندي كمان الأسواق دي حاجات كلها بيتوقف عليها مراقبة الجودة ونظام الجودة اللي هيبقى موجود موجود كمان القوة البشرية العمالة اللي هتبقى موجودة عندي تمام؟ العمالة اللي هتبقى موجودة القوة البشرية دي نوعيتها إيه؟ هل هي عمالة مهرة ولا عمالة متوسطة؟ أو عمالة عادية؟ الإدارة، نظام الإدارة اللي موجود في المنشأة كمان عندي الآلات والمعدات اللي هشتغل بيها هل هي مواد آلات ومعدات متطورة تحقق لي التطور أو المنتج المتطور لواكب السوق ولا لا رأس المال اللي أنا هشتغل بيه هل هقف نص المنتج وأنا شغال على أنه ما فيش تمويل أقدر أكمل المنتج بتاعي ولا لا طرق العمل وطرق العمل دي يا شباب لابد أن احنا نتكلم عليها سريعا في طرق العمل طرق العمل احنا قلنا آخر نقطة اتكلمنا فيها في عمليات المراقبة أو أنظمة المراقبة الجودة قلنا اتكلمنا عن التطوير وهنا طرق العمل لابد أنه يكون فيه تطور سريع فيه طرق العمل بحيث أنه أحقق المنتج والكمية المطلوبة أحقق المنتج المطابق للمواصفات والكمية المطلوبة بسرعة علشان كده يحقق لي قلة التكلفة في التكاليف بقى لما تكلمنا عن التكاليف السابتة والمتغيرة فأنا بقلل في التكاليف السابتة وبقلل في التكاليف المتغيرة تكلفة استهلاك الطاقة المشغلة للمصنع المصنع وهكذا يعني أنا حبيت بس أربط بين طرق العمل والتطور أو التطوير أو مرأبة جودة التطوير في المنشأة الصناعية علشان هما الاتنين دول النقطتين لهم علاقة ببعض قوي يعني مرتبطين ببعض قوي طرق العمل والتطوير لأن احنا قلنا لما بنطور أنا ما بطورش في المنتج بتاعي بس أنا مش بقول أنا عايز أعمل أحدث منتج في المفاتيح الكهربائي أو اللمبات أو المآخذ البريز مش عايز أقول كده بس ده أنا لما بقول كده أنا عايز أطلع منتج أحدث حاجة فبريب أحدث ماكينات وباخد العمال اللي عندي أدربهم تدريب جديد على الماكينات اللي موجودة يبا هي دي عملية التطوير مرتبطة بالمنتج بالمدى الخام بالمعدات والآلات بالطريقة العمل بالسوء اللي هصدر إليه برأس المال هل أنا هقف على تمويل ولا لأ نوعية العمالة اللي هستخدمها هل العمالة دي عمالة عادية ولا عمالة مهرة فلابد أو يعني هشغل العامل ده عامل مساعد ولا هشغله عامل ماهر هل أنا العامل ده أنا الله هدربه ولا العامل ده أنا جالي من برأ أو عمالة من الخارج فده كله لابد من مراعاته في عملية مراقبة الجودة وده كله هي العوامل المؤثرة في نظام مراقبة الجودة طيب بعد كده نتكلم عن كل نوع من العوامل المؤثرة في مراقبة الجودة العوامل المؤثرة في مواقبة الجودة احنا اتكلمنا عن قلنا من ضمن العوامل دي الإدارة الإدارة لابد أن هي تبقى متعاونة مع المصنع لابد أن هي أو مع المنشأة الصناعية لابد أن هي يكون عندها الوعي الكافي بالتطور السريع في السوق ومواكبة التطور في المنتج اللي أنا بنتجه أو المصنع بتاعي بينتجه تعالا نتكلم عن الإدارة ونشوف هنقول إيه أو نشرحها إزاي الإدارة عنصر مهم في تحقيق أهداف الجودة ولذلك تتجه الإدارة في العديد من الصناعات إلى مفهوم الجودة الشاملة بمعنى إيه بمعنى الإعداد الشامل للجودة في كافة الأنشطة والأعمال ومشاركة جميع العاملين في تحقيق مستوى متميز من الجودة في جميع مواقع العمل بما ينعكس على جودة المنتجات والخدمات علشان كده قلت إيه قلت لابد إن يكون الإدارة في المنشاقة الصناعية لابد يكون عندها الوعي الكافي والدراية الكافية بالمنتج اللي أنا بنتجه أو المنشاقة الصناعية بتنتجه لابد تكون عرفة أو ملمة بالقواعد ومطابقة المواصفات وإيه هي المواصفات اللي المنتج بتاعها هيتقارن بيها وبالتالي بتحقق جودة المنتج والخدمة اللي بتقدمها طيب الأسواق عندي بعد كده الأسواق دي برضو تنبع الجودة أساسا من السوق يعني أنت علشان تحقق جودة لابد إنك تكون متابع للسوق كويس بحيث أنك تعرف السوق المنتجات اللي موجودة في إيه يبقى هنا تنبع الجودة أساسا من السوق ممثلا في العملاء واحتياجاتهم ومتطلباتهم من المنتجات والسلع والخدمات بأنواعها ومن سمى الخصائص والمواصفات الواجب توفرها في المنتج أو الخدمة المقدمة يبقى لابد إن أكون ملم بالسوق والمنتجات اللي موجودة القوة البشرية القوة البشرية هنا بيقول لي إيه إحنا اتفقنا إن القوة البشرية هي العمال فكلما زادت مهارات العاملين وخبراتهم يعني العمال بتوعي لو هم عمال ماهرين وأنا عندي نظام تطوير لقدراتهم وكفاءتهم ووعيهم لابد إنه حيقابلني بجودة وتحقيق مواصفات ومستوى الجودة المطلوب يبقى كلما زادت مهارات العاملين وخبراتهم ووعيهم بالجودة وساهموا في بناءها كلما قل العبء على مراقبة الجودة مع تحقيق مستويات الجودة المطلوب طيب عندي إيه كمان فيه المواد المواد كلما زادت مستويات جودة المواد الواردة اللي هي المادة الخام إن جبت مادة خام مصبوطة مادة خام كويسة معروفة في السوق ما جبتش مادة خام كده اللي هي بتبقى زي ما بتقال تحت السلم فده يبقى أنا في طريقي إن أنا أنتج منتج مطابق للمواصفات القياسية يبقى هنا كلما زادت مستويات جودة المواد الواردة واستقرت عند مستويات الجودة المطلوبة كلما قلت الجهود المبزولة في أعمال الفحص مش هحتاج أفحص كتير تمام وعمال الفحص والتفتيش وأمكن خفض تكلفة الجودة ككل طيب الآلات والمعدات احنا اتفقنا إن الآلات والمعدات دي الماكينات اللي هنشتغل عليها ولابد أن وأنا بشتري المعدات والماكينات أكون متابع صلاحية الآلات وعمرها الافتراضي وقدرة الآلة على التشغيل قدرة الآلة دي تشتغل كم ساعة فلابد أنه كلما زادت صلاحية الآلات والمعدات وقدرتها على أداء عمليات التشغيل وفقا للمواصفات والخصائص المطلوبة كلما قلت جهود مراقبة الجودة وأمكن تحقيق مستويات جودة عالية منخفضة التكاليف تمام يبقى من الكلام ده شباب إحنا نقول إيه؟ إنه كل العمليات اللي موجودة عندنا أو العوامل اللي بتؤثر فيه مراقبة الجودة كل عامل منهم أو كل جزئية من العوامل دي أو كل عامل من العوامل دي لابد أني لو حققته أو لو اهتمت بيه وقمت بيه على أكمل وجهة أو بالشكل الصحيح الهدف في الآخر أن يكون منتجي مطابق للمواصفات الهدف برضو أني أحقق أو أقلل التكلفة بقدر الإمكان وده عن طريق إيه؟ إنه ما يبقاش فيه منتج معيب أو منتج غير مطابق للمواصفات يكون فيه منتج غير مطابق للمواصفات عندي بعد كده رأس المال وقلنا أن رأس المال ده لابد أنه يكون كافي للإنتاج وإني ما قفش أثناء عملية الإنتاج على التمويل هنا يلاحظ أن التكاليف المنصرفة على تحسين وتطوير جودة المنتجات قد ارتفعت بمقدار كبير حتى أنها قد فاقت تكاليف العمالة المباشرة في كثير من الصناعات طب إيه المطلوب علشان نعمل الكلام ده؟ قال لي المطلوب خفض تكاليف الجودة مع عدم الإخلال بمستويات الجودة المطلوبة يبقى التكاليف زي ما قلنا بنقلل في التكاليف على قد ما تقدر ولكن دون المساس بمين؟ بجودة المنتج طيب النقطة الأخيرة كانت طرق العمل وطرق العمل هنا احنا قلنا أنه لابد طرق العمل تكون سليمة ووضحة يتحط طريقة عمل من المنشأة الصناعية لابد كمان أنه طريقة العمل تكون متابقة لمواصفات عدة يعني احنا لما نتكلم عن طرق العمل فاحنا بنقول أنه لابد أن طريقة العمل تكون مطابقة لمواصفات قواعد سلامة وصحة مانية ومواصفات المنتج نفسه كلما كانت طرق العمل سليمة وواضحة ومحددة بتعليمات التشغيل بعد تحليل العمل وتدريب العمال خد بالك قال ايه؟ بعد تحليل العمل وتدريب العمال تمام؟ يبقى لابد أن في طرق العمل زي ما قلنا ربطناها بعملية التطوير لأنه لابد أن العمالة اللي عندي أو العمال اللي موجودين عندي في المنشأة الصناعية لابد من تدريبهم على كافة المعدات والآلات لأنه أنا بحتاج أشغل ممكن العامل هنا واقف على مكنة معينة أو خط انتاج معين احتاجته بكرة في خط انتاج تاني فلابد أن كل العمالة اللي عندي تكون مدربة على جميع المعدات والمكينات والآلات اللي موجودة في المنشأة الصناعية يبا هنا بيقول لي كلما كانت طرق العمل سليمة وواضحة ومحددة بتعليمات التشغيل بعد تحليل العمل وتدريب العمال عليها واكسبهم المهارات والخبرات التي تمكنهم من أدائها وتنفيذ الخصائص والمواصفات كلما أمكن بناء الجودة الشاملة كلما أمكن يا شباب بناء الجودة الشاملة يعني لو أنا عندي بضرب العمال بتاعتي بالشكل الصحيح وبضربهم على المعدات والمكينات اللي موجودة عندي بالشكل السليم وكمان ضربتهم على قواعد السلامة والصحة المهنية اللي هي تخليهم وقفين شغالين متطمنين يعني إحنا قلنا لما تكلمنا في سلامة وصحة مهنية قبل كده وقلنا قواعد سلامة وصحة مهنية في حلقات سابقة قلنا إيه؟ قلنا إنه خد بالك إنه أهمية قواعد السلامة والصحة المهنية أهمية تنفيذها أو أهمية تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية بس الروح الطمأنينة في قلوب العمال في المنشأة إن العامل واقف متطمن حاسس إنه وقت ما تحصل مشكلة فيه وسائل أمان موجودة هو مش خايف من المعدة أو المكينة اللي هو شغال عليها لأنه في طرق حماية ووقاية ليه وهو واقف شغال وبالتالي بقي الجزء بتاع المعدة المعدة تكون سليمة صح كده المعدة تكون متابقة لمواصفات المنتج يتبقى كمان جزء اللي هو إيه؟ تدريب العامل على المعدة أنا دلوقتي عندي عامل ماهر مطابق لمواصفاته في التشغيل وعندي معدة حديثة متطورة متابقة لمواصفات تشغيل المنتج اللي أنا هشغاله يبقى بقي عملية التطوير والتدريب والتحديث من كفاءات العمال اللي موجودين عندي فهنا بيقول لي كلما أمكن بناء الجودة الشاملة في مراحل بناءها المختلف بأقل مجهود بشري دون الحاجة إلى إعادة التشغيل وإصلاح المعيبات أو تكرار الفحص والقياس والمراجعة تجنبا لأي خطأ أو سهو يبقى كده إحنا اتكلمنا عن العوامل المؤسرة في قواعد أو مؤسرة في عملية أو نظم مراقبة الجودة طيب نيجي هنا بقى نتكلم عن جزء الفحص والفحص يا شباب إحنا اتفقنا أنه في مراحل مراجعة ومرائبة المراجعة فيها عدة عوامل يعني ممكن أعمل عملية فحص وممكن أعمل تفتيش بس إيه الفرق بين اللي اتنين قلنا قلنا أن الفرق بين الفحص والتفتيش أنه التفتيش ده بيكون أثناء مراحل التشغيل بالكامل تمام التفتيش بيكون أثناء مراحل التشغيل بالكامل من لحظة المادة الخام تيجي تدخل خط الانتاج حتى الوصول إلى أنه مرحلة التعبئة والتغليف وبقى المنتج في شكله النهائي وجاهز للتسليم سواء للسوق أو للمستهلك أو للموزعين والمواردين طيب الفحص عندي ليه طرق مختلفة؟ صحيح ليه طرق مختلفة طيب أنا ممكن أفحص إزاي يا مسته؟ قال لي أنه عمليات الفحص لها شقين إيه هما؟ شق الأول قال لي أنك تقدر تفحص بنظام العينة يبقى عندي رقم واحد الفحص بالعينة وقال لي كمان أنه الفحص بالعينة ده ممكن يوقعني في عدة مشاكل مختلفة اللي هو ممكن تحصل مشاكل كده وأنا ممكن أقبل طلبية فيها كانوا حطين لي موجودين كده إيه شوية العينات أو جبت أنا شوية عينات أو أخذت بعض العينات حظي طلعت متابقة للمواصفات ففي مشكلة أنه وأنا بقبل الطلبية حصلت مشكلة أنه بلت منتجات غير متابقة للمواصفات بسبب أني ما فحصتش كل المنتجات قال لي لا ده احنا عملنا لك كمان نظام اسمه الفحص الكلي تمام؟ لأنه الفحص بالعينة ما ينفعش في كل المنتجات ما ينفعش مثلا في عبوات وزجاجات الأدوية صح كده؟ لأنه أنا محتاج أنه زجاجات الأدوية تكون متابقة للمواصفات كلها مثلا مهمات الوقاة الشخصية الأحبال بتاعة الأوناش محركات الطائرات في حاجات ما ينفعش فيها الفحص بالعينة لابد من فحصها فحصه كلي صحيح؟ بس في مشكلة بقى في الفحص الكل برضو هتقابلنا إيه هي يا مستر؟ قالك أنه لما تيجي تفحص فحص كلي إيه اللي هيحصل؟ في منتجات بتتعرض للتلف أثناء الفحص الكل السيارات لما نيجي نختبر السيارات في قوة تحملها للصدمات ده بيسبب إيه؟ مش إن إحنا بنشغل العربية ندور العربية وهو بنجي طالعين بالعربية كده نعمل لها أكسيدنت أو استضام أو يعني ما شابه بذلك إنه بنختبر قدرة تحمل السيارة السيارة تدمرت ولا لأ؟ تدمرت ففي حاجات هنا الفحص الكل ينفع فيها والفحص العيني أو بالعينات ينفع في حالات تانية تعالوا نشوف معنا طرق الفحص إيه؟ رقم واحد أو نتكلم الأول عن الفحص هو أحد أدوات مرأبة الجودة ويقصد بالفحص دراسة وتحليل الإنتاج الفعلي لأجل التحقق من مدى مطابقته للمواصفات ومعايير الجودة يعني إيه؟ يعني أنا بعمل عمليات الفحص علشان أتأكد أو بطبق أحد فروع مرأبة مين الجودة دي أداة من أدوات الجودة إنه بتلاقي مسؤول الجودة في المنشأة الصناعية بيبقى رايح جاي في خط الإنتاج كده عمال بيفحص الحاجات ولكن هو كده أثناء خط الإنتاج ده تفتيش مش فحص صحي كده ولكن بيبقى عملية الفحص اللي بتحصل بعد المنتج ما خلص يبقى هنا ويقصد بالفحص دراسة وتحليل الإنتاج الفعلي لأجل التحقق من مدى مطابقته للمواصفات ومعايير الجودة تمام طيب عندي كم نوع من الفحص وتختلف طرق الفحص فمنها الفحص العددي وفحص خصائص المنتج الظاهرة وقد تأخذ عمليات الفحص شكل أعمق بدراسة خصائص المنتج الفنية والتي يتم قياسها بأدوات ومعدات دقيقة وإجراء اختبارات معقدة مثل فحص الآلات والأجهزة الكهربية والمنتجات الهندسية ومنتجات البلاستيك والأدوية والمنتجات الكيميائية فده بيبقى بتختلف طريقة الفحص فيه تمام كده؟ طيب بعد كده بقول لي أنه خد بالك يجب ولكن يجب أن ندرك أن بعض طرق الفحص تؤدي إلى تكسير أو استهلاك المنتج ده اللي احنا قلناه قلنا أنه في بعض عمليات الفحص أو في بعض المنتجات لو طبقت عليها عمليات الفحص علشان أفحصها لابد أن يتتضمر يعني علشان أفحص الجزئية دي أو المعدة أو المنتج ده لابد أن يحصل له عمليات تدمير علشان أشوف لو حصل له تدمير يبقى مش مطابق للمواصفات لو ما تدمرش يبقى مطابق للمواصفات ففي بعض المنتجات هي بتتعرض للمشكلة دي ولكن هنا إيه؟ اللي يجب أن ندرك أن بعض طرق الفحص تؤدي إلى تكسير أو استهلاك المنتج حتى يمكن اختباره بدقة وبالتالي لا يصلح المنتج بعد فحصه للاستخدام مما يمثل خسارة على المنتج مثل إطارات السيارات أو اختبار تحمل السيارات للصدمات وتوفر عوامل الأمان فيها يبقى ده كله دي منتجات مش هينفع عملية الفحص فيها يبقى طب إيه الحل يا شباب؟ هنا قال لي إن في حل تاني قال لي إنه إحنا مش هنتطر إن إحنا نستنى لما حاجة زي السيارة تتقفل كمنتج كامل تقفلت بقى سيارة مكتملة ونبدأ نختبرها إحنا نختبر عنصر عنصر يعني ممكن حل من الحلول إن إحنا نختبر عنصر عنصر بداخل السيارة ولكن في بعض الأحيان برضو بيتطلب اكتمال المنتج علشان تقدر تفحصه لإن كل عنصر بيعتمد على تشغيل عنصر تاني في المنتج المكتمل زي السيارات تمام؟ طيب أنظمة الفحص وأنظمة الفحص هنا إحنا قلناها في خلال شرحنا وإحنا شغالين هتلاقيه بيقول لي إيه؟ إنه عندي النظام الأول نظام الفحص بالعينة والنظام التاني عندي نظام الفحص الكلي تمام؟ طب ما تيجي نتكلم عن كل واحد لوحده عن كل نظام نوضحه كده نظام الفحص بالعينة ده عبارة عن إيه؟ قال لي هو أخذ عدد من العينات العشوائية من الإنتاج أو الأصناف المشترى ويتم الفحص على أساس الصفات لكل جزء من العينة ويتم فحصها ومقارنتها بالمواصفات المحددة بمعايير الجودة بحيث تصنف إلى وحدات معيبة وأخرى وحدات غير معيبة مميزات نظام الفحص بالعينة سريعا قال لي أنه نظام الفحص بالعينة اقتصادي بسبب قلة عدد الوحدات المفحوصة لأنه ما بفحص المنتج بالكامل فهو بيوفر لي في عدد العمالة الفنين المخاصين بعملة الفحص رقم اتنين تقدير مستوى الجودة في وقت أسرع رقم تلاتة بيقول لي رفض الدفعة كلها بدلا من إعادة الوحدات المعيبة طيب العيوب برضو سريعا نكملها مع بعض قال لي أنه عيوب نظام الفحص بالعينة قال لي هناك مخاطرة محددة لرفض دفعات مقبولة أو قبول دفعات مرفوضة يعني ممكن تقبل دفعات سليمة ترفض دفعات سليمة بسبب أنه العينات اللي انت أخدتها كانت غير متابقة لا يفضل استخدامه في حالة فحص المواد التي تتعلق بنواحي الأمان ولا تتأثر ولا تتدمر أثناء الفحص طيب يبقى احنا كده في حلقتنا النهاردة اتكلمنا عن الباب التالت الخاص بدراسة الجودة أو الجودة وأنظمة الجودة شفنا مع بعض أنظمة الجودة واتكلمنا عن العوامل المؤسرة في مراقبة الجودة تكلمنا عن كل عامل من العوامل بمفرده وكمان شفنا مع بعض الفرق أو تعلمنا مع بعض وفهمنا الفرق بين أنظمة الجودة وأنظمة التفتيش وشفنا مع بعض كمان في نهاية حلقتنا اتكلمنا عن الفحص وأنظمة الفحص وقلنا أنه الفحص عندي نظامين فحص بالعينة وفحص كل وشرحنا ووقفنا في حلقتنا حتى الفحص بالعينة كشرح ومميزات وعيوب انتهى وقت حلقتنا سريعا تمنياتي لكم جميعا بدوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته